بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله أيها الأحبة سعداء دائماً بلقائكم في هذا البرنامج والحديث إن شاء الله عن مواضيع متنوعة اللي راح نتكلم معاكم عن أهمية الصحبة وفي حياة الإنسان لا أحد يستغني أكيد عن صديق في حياتك وذلك إن شاء الله وأكثر لكن بعد هذا الفاصل إذن رجعنا معكم من جديد أيها الأحبة والحديث معكم إن شاء الله عن أهمية الصحبة والصداقة في حياة الإنسان ورحب بضيفي الفاضل الشيخ عبدالله المسباح حياك الله شيخ عبدالله مساكل بالخير وسعيد باللقائك حياك الله أخوي عبيد الحواس وكذلك أخوالي وأخواتي المشاهدي الكرام شيخ عبدالله نتكلم معاك عن الصحبة بداية عن أهميته وما أهمية الصديق في حياة الإنسان طبعا في البداية الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعده وعلى آله وصحبة بلا شك أن الصحبة لها أثر يعني على الإنسان سواء أخواني أو أخواتي الفاضلات فالإنسان ينتقي من الصحبة التي تكون سبب يعني تأخذ بيده إلى الخير وإلى أبواب الطاعة والنبي عليه الصلاة والسلام حامل المسك يعني صاحب الطيب اللي بيعطيب ونافق الكير طبعا الحديد طبعا فحامل المسك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يحذوك يعني يعطيك هدية أو أن تبتع منه أو تجد منه الرائحة الطيبة يعني بالثلاث أحوال ما تجد من هذا الصاحب وكذلك الأخوات الفاضلات ما تجد من صديقتها إلا كل خير ودائما أنا خاصة أنا أدخل السوق مثلا بعض يحان يطيبونك يقولك جرب فأقول له أنت النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكرك في حديث وفعلا يعني حامل الطيب حامل الطيب ما تجد منه إلا يعني كل خير يعني اللي هو والنبي عليه الصلاة والسلام قال المرء على دينه خليلي فلينظر أحدكم من يخالر كذلك يقولك الصاحب ساحب يعني هذه أهمية الصحبة الصالحة يعني الإنسان إذا صاحب الصالحين يعني سبحان الله يجرونه للخير يعني كمثال واحد مثلا صاحب واحد مثلا بار لوالدينه أو واحد مثلا يحفظ شيء من كتاب الله بلا شك راح يأخذ صاحبه إلى الأماكن هذه يجره مثلا يذكره في بر الوالدين أو مثلا في يعني حفظ شيء من كتاب الله وكذلك الأخوات إذا صاحبة وحدة مثلا فيها خير واصلة لأرحامها يعني دائما يعني ما يطلع منها إلا الخير ما جالس مثلا ذكر في أي أمر كذلك راح يجرها يعني إلى يعني أبواب أبواب عظيمة وتكون سبب تذكرها من بعد الله طبعا هذه غصة يذكرها أحد الأخوة هذه الغصة طبعا بالكويت يقول سبحان الله أخوه مت وياله اتصال من زملاء في العمل قالوا اتصال عليه قالوا أنت فلان فلاني قال له نعم قال له أبيك الموضوع سكر التلفون استغرب قال يعني قال إحنا أصدقاء بالعمل ونبيك الموضوع يقول سبحان الله يبا لي أن يا أخوي مسلفهم يعني هذا اللي يبا صحيح ولا أخوي متسلف منهم في موضوع معين ولا في شيء معين يعني هذا داقي عليه أنا ما عرف أبيك الموضوع يقول خذيت والدتي هذا الشخص يقول خذيت والدتي يقول وعتهم بنزين بيان بالكويت يعني يقول رحت له وسلمت عليه وتعرفت عليه يقول الحين لو أشوفه ما عرفه قال لأ أنت فلان فلاني قال نعم قال لأ إحنا أصدقاء أخوك في العمل وأخوك الله يرحمه معانا في العمل وإحنا قلنا بنحط الإعلان في الجريدة يعني مبلغ مثلا يوم أو يومين ما راح يستفيد يقول هو يتكلم يقول قطال عيدة كأنه بيدة شهادات تغدير مثل شهادات قال أتفضل هذه مشروع أفطار صائم هذا أفطار مشروع الحج هذا مشروع يعني أربع أو تحفيظ أربع أو خمس مشاريع يقول خذيت منيدة يقول هذين الأصدقاء أصدقاء بالعمل وهالنوعية هذه موجودين الحمد لله وبكثرة هذا طلعني أمر حقيقي حصل نعم هذه بالكويت الغصة وأنا عرف اللي الله يرحمها اللي مات وعرف كذلك أقرباء يعني شوف سبحان الله الصحبة يعني الله يرحمها وكذلك يزاهم الله خير يعني أصدقاء والجزاء من جنس العمل اللي يسوه حق صاحبهم راح يلقون إن شاء الله بإذن الله شوف سبحان الله يسوه له مشاريع وهذا صديقهم في العمل فهذه أودك النوعية هذه من الناس وهما الحمد لله موجودين وبكثرة إن الإنسان يتواصل معهم يعني يكون بينه وبينه وبينهم يعني علاقة وكذلك يعني الجانب الثاني اللي يبين النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني نسأل الله يبعدنا ويبعد أخواننا وخواتنا من هذه الصحبة اللي هو طبعا الجليس السوء كما بيّن النبي نافخ الكير يعني خاصة اللي في السجون سوه حصائية يعني سبب دخول الشباب يعني السجن يعني طبعا فيه أكثر من سبب مثلا الوالدين ومثلا الفراغ ولكن من أكثر الأجوبة سبحان الله الصحبة أكثر الأجوبة أكثر سبب الصحبة قد تكون الإسراء مستقرة والأب موجود لكن شنو يجي واحد يخرب كل شيء نعم يعني بعض الأحيان ربما صاحب يجر صاحبة سبحان الله لأمور يعني كثير غصص واقعية مثل الأمور هذه مثلا الصاحب يكون سبب يعني أحد الأخوة يقول أنا ربيت ابنائي يعني أحد ابنائي يقول تعبت عليه يقول لين دخلت الجامعة طبعا سفرها برده لكويت يقول ويطيح بمجموعة ويدمن ويقول سبحان الله ويموت يعني يعني أعمار بيد الله ولكن شوف تعب والده كله راح له والسبب أن الصحبة بعض الأحيان الإنسان نحن ما نقول لك راغب أبنائك أو مثلا راغب بناتك إن شاء الله فيهم الخير نعم ولكن لابد تنتبه صحيح مع ذلك صحبتهم وأن يروحون وأن يردون لعل يعني واحد يكون سبب في يعني سبحان الله يعني يعني سبب هلاكهم يعني نعم شيخ عبدالله البعض يعني فإنما تفضلت يقول لك والله يخلهم يعني العيال خلهم يتعلمون خلهم الشارع يعلمهم البعض يعني يلغي جانب الرقابة ومتابعة الأبناء يعني بحجة أنه والله يخل يتعلم أبي يعتمد على نفسه الشيخ الشرع لا يربي الحال أكيد يعني الاعتماد عن نفس البحث ذاته بهالعمر هذا قد يكون لها أثار سلبية أنك تعطيه السيارة بعمر مبكر تخليه بكيفه يروح يجي فأقصد أنه عدم متابع ما تفضلت ليس صحيحا هكذا مطلقا يعني الشيخ عبد الله طبيعي لا بد يكون ثقة مثلا الأب يعطي الثقة لإبنة مثلا يمدحها خاصة يعني بالدوانية والله مثلا هذا ابني والنعم هذا المدح حتى النبي عصى السلام كان يمدح الصحابة هذا الأثر نعم الرسول عصى السلام يقول لابن عمر نعمة عبد الله لو كان يقوم من الليل تخيل الذي يمدحه النبي يقول بعد هذا المدح يقول ما تركت قيام الليل يعني أنت مثلا ما يمنع أبنائك مثلا بدوانية مثلا هذا ولدي فلان ما شاء الله هاب ريح ومو مقصر تمدح كذلك هم الأخوات تمدح بنتها مثلا مساعدتني ما تقصر وكل ما طلبت يعني هذا الجانب يغرس فيها يعني تقدر تقول يشجعها أما ما يتركها يعني يعطيه مثلا السيارة ويقول له مثلا روح أو أنت أغرس فيه الخير وأي جانب فيه يعني يكون سبب يحميه يحفظه من بعد الله وبعدين لو تتركها ما تخاف عليها البعض يعني شيخ عبد الله قد يتركها ويقع هذا الابن أو هذا البنت يعني فريسة أصدقاء سوء ويجرونهم معهم حجة والله خلي يعني يتعرف عن ناس خليه يعني يحمي نفسه هكذا حرية مطلقة قد تقع أن يقع في يد ناس فعلا يستغلونه شيخ هذا خطورة صحيح يعني مثلا الأم بنتها طالعه شي اللي يمنع تعرفي على والدتها وتواصلي معها احنا الثقة موجودة إن شاء الله بس أنه أنت ما تعرفين والدتها لا قدر الله يصير فيها شيء مثلا يعني يعني مو أمر يعني لو بسيارتها أنت رايح مع فلانة تحاولي أن أنت تعرفين على والدتها وتتواصلين معها بل إذا يكون بعض أحيان زيارة يتكون بين خاصة صديقاتكم صديقات الدراسة أنا عرف خاصة من أقلوه صديقات الدراسة لين تخرجوا بالجامعة في منهم لين تزوجوا والسبب هذه العلاقة الطيبة اللي كان فيها تواصل بين الأمهات تستمر حتى يعني سبحانههم طالبات لين تزوجوا ولين ما شاء الله يعني هذه العلاقة للإنسان يعني يطمئن أبناء وين ما يكونوا يعني طيب شيخ حدخة نتكلم عن يعني الصحبة الصالحة أول شيء نتكلم عنها في السنة النبوية وأيضا في كتاب الله عز وجل كيف جاء الحديث عنها يعني شيخ عبد الله في الجانب يعني الصحبة الصالحة يعني الثمرات الصحبة مو بس بالدنيا يعني الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الأخلاء يوم إذن بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يعني هذه الصحبة يجد الإنسان يعني ثمرة هذه الصحبة والمحبة يجدها حتى ثمرتها حتى في الآخر النبي عصسان بيّن حديث السبعة اللي يكونون في ظل الله نسأل الله أن يجعلنا وإياكم والمستمعين والمستمعات الكرام من أهل هذا الحديث ذكر منهم رجلان تحبة في الله ما جمعهم إلا تحبة عليه وافترغى يعني الحب في الله يعني جمعهم كذلك الأخوات مثلا ترتاح من صديقتها ووحدة من قريباتها هذا الحب اللي يكون لله يعني مو لي أمرضي يعني الحب إذا كان مو لله هذا مشكلة يعني أحد الأخوة يعني هذه من باب الفوائد يقول أحد الأخوة كان يعني مركز وداوم يقول سبحان الله لما نزوره يقول موت ديوان يقول مصبط مالك مصبط مالك مصبط من كثرة الناس اللي على ديوان يقول سبحان الله من تقاعد هذا يحلف يقول والله العظيم وهو واليصب قهوة وين الناس هذه اللي يعني طبيعي ليس حبا في الله ليس حب في الله يعني هذا اللي احنا نبين ونحذر منه يعني الحب بذكاء لله هذا اللي يستمر والثمرة مو بس بالدنيا تستمر حتى يعني حتى في يوم القيامة يعني خاصة الحب في الله هذا يعني أجر عظيم وخاصة يعني احنا ذكرنا قصة يعني في أحد الحلقات اللي زار أخلى في قرية اللي الله سبحانه أرصد ملك على طريقة قال لأين تريد يعني هذا زهر ايش حقه زهر صديقة ويحبه يعني قال إني أحب في الله قال هل لك من نعمة أنت ربه عليه يعني رايح لحق أمر معين قال لا غير أني أحببته في الله قال فأني ملك يعني رسوله أخبرك بأن الله أحبك كما أحببت فيه يعني هذا الحب في الله يعني أجر عظيم يعني كان سبب هل هذا فكر أن الله سبحانه ينال محبة الله بسبب هذه الزيارة والحب طبيعي يعني خاصة الناس الغالب فيها إن شاء الله فيها خير ولكن الإنسان يحاول ينتقي حق أبناءه كذلك حتى يعني بأصدقاءه في العمل مثلا منطقته يعني يختار الصحبة اللي يعني يعينونه على الخير يعني أمور دينا وأمور دنيا شيخ عدر البعض يعني ربما يعني يشوف مشاكل يسمع ببعض الأمور فتجده مثلا يخاف أو أن يعزل أبناءه عن محيطهم تماما شيخ ممكن إن إنسان يعيش بدون أصدقاء يعني ممكن واحد يجعل أولده أو بنته منعزلين هكذا عن المجتمع والمحيط يعني هذا أمر صحيح لا ما هو صحيح يعني هذا الأبن مثلا راح يتخرج راح يتوظف يعني هم مع الزملاء في العمل مثلا ممكن يحتاج بعض أحيان يسافر بسط يحتاج مع مجموعة من الطلبة يكون معهم بكرة أنت أبناء تزوج يعني هذا شون ببشر مثلا أم عيالة زوجته وأبناءه لا بد أن الإنسان يعني يغرس فيه أبناءه هنا نعم الأخلاق الطيبة يعني غالب الناس اللي فيها الحمد لله طريقة التعامل مثلا مع الناس الأمور اللي مثلا تسبب له مشاكل يوخر عنها يعني بعض الأحيان يقول لك الباب اللي يكمل ريح سيكرة يعني يوخر أنت مثلا عارف هذا الصديق يسبب لك مشاكل ما الذي يمنعته يعني خل بينك أقل القليل بينك وبينه سلام يعني شيخ عبد الله الحل ليس بمنعه من الناس لكن تربيتهم وتحصينهم وعلمهم كيف يحمون نفسهم وخلهم يطلعون براء لكن لازم علمهم يعني كثير من الأبناء مثلا هذا يجرنا إلى جانب ثاني تلقى يتزوج ما يعرفه يدير البيت يعني تلقى مثلا والعكس صحيح مثلا الأخوات أمها مثلا دايما يعني معتمدة على والدتها بالعكس عطيها عطيها مجال خليها تروح تشوف مثلا كمثال كمثال تشتغراضها تروح يعني حتى معاملات الشباب خاصة بالتوظيف تلقى بعض الأحيان بعض الأباء فوق راسها يعني خطوة خطوة وين رحت بالفحص بالتسجيل خلنا يروح يعني أنا عرف أحد الأخوة والده يقول ما شاء الله يقول والدي يمكن أغلب يعني شغل ومجعات يعني يعرف أغلب الإدارات المسؤولينها يعني الأصدقاء واضح قالت الولد يقول حقب وتعرف فقال لنا يابه هو يروح لين سبحان الله هو يروح يخلص لأن هذا بالنهاية رح يكون أسرها ويكون معاها حنا فاصل وراجع لك هنا الشيخ عبدالله إذن أحبتنا فاصل وراجع لكم خلقكم معنا رجعنا معاكم من جديد أيها الحبة في هذه الحلقة ونتكلم فيها عن أثر الصحبة وصداقة في حياة الإنسان والصغار طبعا خصوصا حياك الله شيخ عبدالله من جزيد شيخ عبدالله نتكلم معاك أيضا الآن عن موضوع مهم يتعلق بتربية بعض الآباء والأمهات بحاولة تعزل أبنائهم وبناتهم نهائيا من المشاكل اللي يشوفونها وكانوا من الحماية أنه ما يحتكون شيخ البعض أيضا عند طريقة في التربية جميلة أنه حتى الإبن أو بنته لما يطلع بره في مدرسة في أي مكان حصل له موقف يعلم حتى في الموقف هذا شو يتصرف يعني أنه يحمي نفسه حتى ما يعلمه يغلط لو كان موقف مثلا يقول له أنت لا تغلط ترد الخطأ بخطأ بل أصبر وفي مسؤول وهكذا فالتربية ما شاء الله جميلة في كل تفاصيل شيخ عبدالله طبيعي أخوي الغالي أبو عبيت الوالدين لهم دور يعني الأم والأب يعني كمثال تلقى الأب مثلا في حدة وعصبي مثلا ينوجه ابنها يقوله يطقك طقه هذا مو هذا مو يعني أنت تسبب حق الولد مشاكل بالعكس أنت لابد تغرس فيه يعني تافع النفس يحمي نفسك لك لا ترد الخطأ هذا الأقصد يعني أنت مثل تغرس مثل هالأخلاق بأبنائك بلا شك تعلمتم على الغضب أنت تسبب لهم والأبناء عادة من تبهين ترى لأبائهم يعني خاصة مثلا الأم تكلم بناتها عن أمر معين مثلا عن مثلا صلاة الرحم وفضل وهي ما تكلم خواتها ما تطبقش يعني كمثال يكون مثلا الخلاف بينها وبين خواتها يتناقض الكلام أو مثلا الأب يكلم أبنائك عن الصدق والأمانة عن الصلاة على الإنسان نفسه سواء على البنت أو للولد يعني شو الأمور اللي ممكن يكتسبها من هذه الصحبة ما يكتسبها داخل البيت مثلا أو في محيد أسرتها شنو فوائد الصحبة على الإنسان طبيعي الصحبة يعني أنا عرف مجموعة من الطلبة ما شاء الله يعني هذا جانب التحفيظ يعني جانب التحفيظ نعم يعني مو بس تحفيظ سبحان الله يعني يكون برنامج كامل يعني في بعض الناس يظنون بس حفظ لا في برنامج رياضي برنامج تلفيه نوادي يعني خاصة اللي برا لكويت يعني في مشروع اسمه حلة الكرامة في منهم هذين المجموعة اللي كنا يعني معاهم في منهم والحين يصلوا مسجد الدولة ماشاء الله نعم وحفظ الغرآن مو بس رواية حافظ بأكثر من رواية والسبب الصحبة هذه الصحبة الطيبة خاصة يعني يعني المجالس هذه المسابقات الثقافية في منهم ترى مو شرط ترى يكون في مجال ديني في منهم في منهم صار طيار في منهم ماشاء الله في رتب صاروا في الأجهزة ماشاء الله يعني هذا الجو أصبع لهم ماشاء الله الله برك فيهم حتى في علمهم وفي حتى وظائفهم تبارك الله نعم يعني مو شرط أنه يكون مثلا بالجانب الشرعية يكون في مجال ممكن يكون دكتور هذا يفيد يفيد أهله وفيد بلده ويفيد المسلمين يعني يكون هذا نابغة وكذلك أخواتي هم بعد التي مثلا تحرص على تربية بنتها وتعليمها بالنهاية هذه البنت راح تكون أم وراح تربي أبناها أفضل والسبب ترى الأجر يروح بالنهاية حق الأم يعني كثير من الأمهات أجدادنا ترى ما عندهم شهادات ما كانوا يعني بس ولكن عندهم ماشاء الله يعني الأخلاق وعندهم مثلا يعني وما زالوا الحمد لله يعني النساء اليوم إن شاء الله فيهم خير ولكن كانوا ما عندهم شهادات ولكن عندهم يعني التربية والتعليم كانوا يعني مشتهدين يعني في تربية أبنهم أنا عرف واحد سبحانه الله من هذا المسجد ما شاء الله عياله يعني هذا المغرب والعشة ما يضع ريال كبير ما شاء الله عياله ما شاء الله يعني الله يحفظهم يعني اللي مثلا تلقى وكيل مدرسة واللي عميد جامعة واللي تلقى عميد هم صحيح الله سهل ولكن السبب ترى هذا الأب نعم ترى هم دعاء الوالدين لأثر ترى حق صلاح أبنائهم وتوفيق يعني الأم مثلا لأنما تطلع والدها طاعة روح الله يوفقك روح الله يسهل أمورك وكذلك الأم تدي حق بناتها هذا دعاء الوالدين مستجاب أصلا يختصل للأبناء التوفيق والتميز والسبب ترى الوالدين فالشعب ذكرتني في أحد يعني ما شاء الله العلماء الصالحين لديهم ما شاء الله أبناء كثر تبارك الله وكلهم ما شاء الله أصحاب مناصب تبارك الله قضاء وكذا فسؤال عن السر في ذلك أنه ما شاء الله هم كثر وكلهم متميزون قال والله ما تركت الدعاء لهم في أي ركع وصل لها فما شاء الله أثر ذلك أن كل الأبناء تبارك الله صالح ومتميزين بلا شك الدعاء لأثر بصراح الأبناء وتوفيق الأبناء وتسهيل أمور وهم كذلك يصرف عنهم يعني تخيل الأب نما يبدأ يومه يده حق أبناء مثلا يا رب تحفظهم يا رب تسهلمهم بلا شك شنو نوعية الأبناء هذين في منهم حفظ القرآن ترى السبب شنو لو تشوف مقابلتها ويقول لك السبب وحدي وصار أفضل نعم الأب والأم لهم دور في الاهتمام بأبنائهم ما يخالف الأبناء يختلفون في منهم الشطار وفي منهم اللي شوي يتعبون الوالدين ولكن الواحد يجتهد على الأبناء و الله سبحانه يسهل أمرهم نعم طيب شيخ عبد الله نتتكلم عن أيضا شنو أثر أصدقاء السوء على الإنسان يعني شنو ممكن يعني يغيرون مجرى حياته وكيف يكون هذا التأثير يعني شيخ عبد الله هل الإنسان يعني يأمن على نفس أنه والله أنا ما تأثر فيهم عادية ما شيهم ولا الأمر خطير يعني إنسان لا يأمن على نفس هذه الفتنة وهذا التغير يعني صديق السوء أو مثلا صديقة السوء هذه أمرها خطير يعني الإنسان مثلا بالبداية يقول أنا يبقى من بعيد لبعيد وأحاول مثلا أوجههم الإنسان يتأثر يعني بالبداية ممكن يكلمهم بعض الأحيان لا ممكن يسكت يوصل مرحلة لا يضحك وما راح بالبداية يوصل مرحلة يوافقهم ولكن يجتهدون عليه نعم فالأسلم يعني يناصحهم هم كذلك النصيحة تكون بالأدب وكذلك حتى الأخوات التي تشوف مثلا يعني عليها بعض الأمور تنصحها يعني الواحد ينصح أخوانا ويذكر أخوانا بالأدب وكذلك بالوقت المناسب يعني يعني الناس فيها خير ولكن تحتاج بعض الأحيان طريقة معينة أنك توجهها وتنصحها إذا شاف لا يعني هو ينصح بصوب والجماعة لا أسلم ما عليه الواحد يعني يحفظ نفسه ويحفظ أبناء يعني البعض شيخ عبد الله يعني بطبيعة البشر الإنسان مو كامل كل الإنسان في خطأ لكن بعض يعني يقول لك والله يعني ما في حد كامل فليش ما أمشي معاه مراحلقة واحد يعني كامل بكل إيجابياته فحنا نتكلم شيخ عبد الله شون الصفات اللي مثلا يجب أن أحذر منها وما فيها غش مرام ما يقولون لا هذا إنسان لا يجب أن تعد عنه وفي إنسان مثلا في بعض الصفات سلبية لكن ممكن تصلح مثلا أمور معينة فخنا نتكلم عن عنصر الكمال بالإنسان طبعا ليس موجودا أكيد صحيح ما في حد كامل كلنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطأ وفي نعم وخير الخطأ يعني يعني واحد مثلا عاق والدنا يعني مو معقول أنا خلي ولدي ما شي هذا باشا راح ييني الدور أنا يعني كمثال لأنه راح يتعلم منه يعني مثلا واحد علاقته ما هو طيبة مع والده والدته مثلا مؤذيهم ممكن يمديد عليهم هذه قصص واقعية يعني يعني مو معقول أنا خلي ولدي هذا بالنهاية يعني راح ييني الدور أنا لأنه راح يتعلم منه ممكن هذا يرفع صوت عليه مستقبلا يقول أهم كذلك الأخوات يعني يعني الإنسان يقلد حتى هذا الأمر بالإنسان اللي يمشي أو يقعد معه حتى هذا الأمر ينتقل عادي يعني يعني مثلا أخوي ببيد الغالي تخيل مثلا أهل الرياضة تلقاه ما شاء الله ما شاء الله مع أهل الرياضة أهل مثلا ما شاء الله السيارات هم بالنهاية نعم فيهم هذه الرياضة تجمعهم هواي واحد بس أنا غزي يجمعهم يعني في بعض الأحيان تجمعهم مثلا أهل مثلا التجارة تلقاهم مع بعض كل مجموعة مع بعض فلابد أن يأثر عليه يأثر عليه أنا أكلمك مو الوقت مع المدة يعني مع المدة خاصة يعني بغفلة الوالدين هذا أهم شيء يعني الوالدين خاصة بالإجازة هذا يعني صيحة حقي وحق أهلي ومستمعين ومشاهدين ومشاهدات الكرام ينتبهون خاصة بالإجازات يعني ما يترك يعني خاصة الولد ما قام يدق لا يستانس ليش ما يدق لا يدق عليه أنت وينك مثلا بالدوانية من عند أي دوانية ما فيه شيء ترى هذا متجسس بطبع عسل أنت تعرف الولد وين رأيه كذلك طالعه مع صديقتي روحي وين بتعيش بنروح بنتسوق خلت أعطيها الثقة أنا ما نقول ضيق عليها ولكن خلت تعرف وين هي رأيها يعني لما تسألها ترى مو معنات أنها ما تتخبيها عادم ثقة صحي يعطيها الثقة والأب يعطي ابنه الثقة بس أنه يعني يشوف من طالع معه الشيخ خد الله يعني هذا الحس وهذا الاهتمام البعض فعلا يعني لجب أن تكون متواجه فيه دائما أنك دائما تسأل وتهتم وتراقب لأنها أمانة بالتالي يعني شيخ قلة هذا الجانب يؤثر الأبناك كثيرا أنك ما يعني تهتم بهالجانب فيهم يعني الله سبحانه بكتابه يقول يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارا يعني الواحد يعني ما يخلي هذا في بعض الناس يتمنون يتمنون ضفر ولد ما ينهب أبناء يعني الحمد لله الله رزقك ولد وبنت وبنتين وثلاث ليش أنت يعني تحملهم هذه نعمة من الله بالعكس النبي كما بيّن يعني إذا مات ابن آدم قطع عمل إلا من ثلاث ذكر منهم ترى الولد الصالح ترى يدخل فيها البنت الصالح يعني هذه البنت باتر امتداد حق الوالدين ينقطع عملك في الدنيا هذين لأملك تلخين فرصة أصن أبنائك هذين لأنت تستثمرهم تغرس فيهم يعني كل الأمر خير يعني من كل أمر إحنا الواحد مهم أبواب الخير كثيرة ولكن يعني الأمور المهمة يعني كمثال جانب مثلا الصلاة العبادة صلة الرحم يعني حسن الخلق هذه الأمور يحتاجونها شيخ عبدالله كيف الإنسان يختار صديق صالح له أو حتى البنت تختار إنسان صالح تكون صديق له كيف ذلك يعني خاصة في أمور معينة يعني اللي تكون مثلا كمثال يعني جانب الصلاة محافظة على صلاتها يعني نعم جانب الخلق إحنا ما نقول لها تأخذ وحدة مثلا عابدة ما في حد كامل كمان لله ولكن وحدة محافظة مثلا على صلاتها أمورها طيبة مع أرحامها وأهلها يعني جانب الخلق هم يعني النبي يقول البرو على دين خليلة نعم والصاحب صاحب يعني لابد أن الصاحب يأثر فيما يعني مستقبلا يعني مو بنفس الوقت يعني طيب شيخ هناك يعني أماكن معينة أو محيط معين الإنسان يعني يجد فيه هلؤ الناس صالحين يعني ممكن توفق لهم في بيئة معينة مثلا طبعا كل واحد وحسب يعني فيه ناس ما شاء الله خاصة نحن بالكويت بالخليج يمتازون مثلا يمعت العائلة يعني ما شاء الله يوم اليمعة في ناس مثلا في بعض العوائل يروحون الشالحات يعني أنا عرف جدة الله يرحمها كانت تيمة عيالها وعيال عيال عيالها ما شاء الله لدرجة أن يروحون شالحات الخيران عشرين شالح لهم يقول الشخص هذا يقول أنا عندما أقعد أطالع يقول أدري هذا عمي يقول بالبحر هذين كلهم أهلي والسبب من هو السبب تراها الجدة هذه اللي جمعتهم وإذا راحوا مثلا عندهم مزرعة بالوفرة هم تتواصل معهم يعني لا تخلون نادو هي تتواصل معهم هذا الجمعة تحفظ يعني الواحد يقول أنا بروحي وأنا بعيش حياتي هذا يعني بالنهاية ممكن يكون صيدة فرسة يعني سهلة عن الناس نعم نقول ختام شيخ عبدالله مسباح أزاك الله خير وبارك الله فيك ونفع عن الله بكل ما قلت إن شاء الله أزاك الله خير طبعا نشكر لكم هذه الاستضافة ونسأل الله أن يوفقنا وياك أزاك الله خير إذن أيضا نشكر موصول لكم أيها الأحبة انتظرونا في حلقة مقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر